منعطف خطر أو حتى الأخطر حتى تاريخه في الحرب التجارية الدائرة بين الصين والولايات المتحدة وذلك بحسب متابعين أكدوا أن تلويح بيكين بتقنين تصدير 17 معدن نادرا يضع واشنطن أمام خيارين لا ثالث لهم إما تصعيد النزال مع ما يحمله ذلك من أبعاد استراتيجية وعسكرية وسياسية خطيرة أو عودة الطرف الأمريكي إلى طاولة المفاوضات ولكن بشروط أكثر عقلانية هذه المرة فالصين لوحت منذ مطلع الأسبوع الماضي باستخدام سلاح المعادن الاستراتيجية النادرة في الحرب التجارية التي أشعلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وذلك عقب فرض واشنطن عقوبات على هواوي لتتصاعد المواقف وصولا إلى إعلان هيئة التخطيط الحكومية أنها تدرس تقنين إنتاج وتصدير هذه الخامات لدواع بيئية الإعلان الصيني استدعى ردا تصعديا أمريكيا سريعا بأنها ستتخذ إجراءات غير مسبوقة لضمان إمداداتها الضرورية لقطاع التكنولوجيا والجيش علما أن هذه الخامات تدخل في صناعة الطائرات الحربية وهواتف آيفون والمحركات النفاثة والليزر وتستورد الشركات الأمريكية 80% من هذه المعادن النادرة من الصين وتوقف وصولها يعني حكما انهيار طيف واسع من الصناعات التكنولوجية والعسكرية وذلك على لسان البنتاجون الذي أعلن أن أمريكا تحتاج إلى سنوات قبل التمكن من إنتاجها بالقدر الكافي وزير التجارة الأمريكي والبروس قال إن الحياة العصرية ستكون مستحيلة بعد فقدان هذه المعادن مؤكدا أن بلاده لن تسمح بانقطاعها وفي سياق متصل فرضت بكين غرامة بقيمة 21 مليون دولار على مشروع إنتاج سيارات لشركة فورد الأمريكية في الصين متهمة إياها بتقويد المنافسة العادلة وبفرض شروط احتكارية على التجار وبالإدرار بمصالح المسالكين وذلك في سابقة صينية عبر الضغط على شركة أمريكية عاملة على أراضيها اشتركوا في القناة